السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد اليوم رح نتعلم مجموعة جديدة من الكلمات والألفاظ يلي منستخدمها في حياتنا اليومية باللغة العامية اللهجة العامية ولكن ما منشوفها بالكتب عادة هاي الأشياء مهمة نسمعها بشكل يومي ونستعملها بشكل يومي وإذا أتقناها هذا الشي بيحسن قدرتنا على التحدث باللغة الألمانية العامية عنا في اللغة الألمانية كلمتين متعلمون كلياتنا أول ما منبلش متعلم اللغة الألمانية اللي هي كلمة يا نعم والناين لا إذن النفي والتأكيد هالكلمتين بكل بساطة بمروا معنا بعدين في كل مراحل تعلم اللغة الألمانية من أبسط الكلمات وأوائل الكلمات اللي متعلمة باللغة الألمانية ولكن هاي الكلمات هي في الحقيقة هي كلمات في اللغة الألمانية الفصحة هم المعادلين من اللغة الألمانية العامية؟ نعم عندنا نحن كم وكم لفظ نستخدمه في اللغة ال�-, لاك وتعبد بإمكانية بإمكانها ونحن نتعرف عليهم بالتفصيل الس Taking our first tip is كلا N-A-A هذه الكلمة نستعيد دوننا عن كلمة 9 كلمة ناين هي باللغة الألمانية الفصحى كلمة ناين نسمع الكثير باللغة الألمانية العامية على سبيل المثال إذا انزلت على البلد ولمحتك من بعيد فكرة أراقية ولمست بذلك لا أستطيع أن أتكلم معه فأنا الثاني ورغبت ألتقيت به وانجب أسأل وقال له كنت ترى بالبلد فأقال له كيف تلتعب على البلد؟ أقال لي ناين ناين حسنا أقال لي ما يعني ناين إذن نا هاي كلمة كتير 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 بسمع باللغة الألمانية العامية اللهجة اليومية المحكية لما منتحدث فيها لما منسمعها كاستعادة عن كلمة ناين هي بكل بساطة نافية ناين ولكن ناين هي الكلمة الفصحى والنا هي الكلمة العامية يلي يعني تعتبر ميل شتندر شباخي ولكن هي اللغة المحكية أو اللهجة المحكية فكلمة ناين بتنفي هنا فأنا برجع بكرر الجملة هل تعتقد مجرد في الناس؟ ناين هل تعتقد مجرد في الناس؟ ناين إذن ناين فهي تعبر أيضا على النفي باللغة الألمانية نسمع كتير في حياتنا اليومية لما ننفي من نقول ناين يعني لا ناين الفكرة الثانية للدرس اليوم لسه أجمال كمان في عنا كلمة تانية كمان نستخدمها للنفي هي كلمة ناين إذن ناين واحدة فقط الأولى شفناها ناين هنا ناين واحدة كمان للنفي كمان عوضا عن كلمة ناين على سبيل المثال أنا ورفيقي عادينا تفرج على برنامج عن مثلا المأكولات الشرق آسيا في آسيا بيأكل حيوانات وحشرات غريبة على سبيل المثال شخص يأكل عقرب فأنا بدأ له لرفيقي أنت بتعملها بتأكل شيء عقرب كمان فهو شو بيقول لي ناين ناين مس تاملس ناين إذن هائي مش أنت هنا وهو ناينusing ناين ناين مس تاملس ناين مس تاملس ناين مس تاملس هي جملة فصحى طبعاً كمان نستخدمها باللغة العامية كمان نستخدمها باللغة المحكية ولكن في اساليب ثانية هي مثل میں كنا أقول ناين مس تاملس ناين مس تاملس مألس بشكل سريع وقصير لأنه هي إية واحدة نا الثاني ناة آخر النطف والثاني نا أستطيع أن أقول ني مالس أو ني مالس ني مالس يأتي حدة أكثر ويأتي للتأكيد أكثر على الإصرار فهذا الفرق بين ني و ني لذلك هؤلاء كلمتين محورات عن الكلمة الأساسية نين ونستخدمها أيضا للنفي باللغة الألمانية العامية سنتقل العيار أكثر ونأخذ فكرة جميلة سنجمع هؤلاء كلمتين التي أخذناهم كيف يعني؟ باللغة الألمانية لديها كتر كيف نستخدمها باللغة الألمانية العامية عندما نبدأ استغرابنا من شيء على سبيل المثال إذا أجر فينا أن أخبرنا قصة غريبة عجيبة صارت معه فأنا حتى باللغة العربية العامية ما أقول له؟ لا ولو بلعن جد هكثر معك ما بتتصدق إذا هاي الكلمات كلها فيها إبداء الاستغراب والاستنكار وعدم التصديق ماذا نقول باللغة الألمانية؟ نينة 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 هي تركيبة كثيرة تسمعه إذا شخص يقول لك قصة غريبة نينة 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 هذا التركيب بحد ذاته باللغة الألمانية العامية معناته أنه لا ولو حقا ما تقول هذا ما حصل هذا لا يصدق إذا نحكيها بالفصحة لجميع الأخوان يفهمونا هذا التركيب موجود أيضا باللغة الألمانية معنا هذين تنتين بس ما عدوا هيك نفي مباشر وإنما صار معنا التركيب هو إبداء الاستغراب الشديد والاستنكار أو النفي أيضا هذا هو السبب أن نحن نسمع كلمات باللغة الألمانية نسمع أن نكون بالطريقة أو بالشترازنبان أو بالباس نسمع أن يحكوه ولكن رغم أن نحن دارسين ومعنا الشهادات ولكن هناك شيء ما نفهم ما نفهمه ما نفهمه هو وجود هذه الأشياء إذا تمكنا منها وحفظناها وسمعناها الأشياء الرئيسية ونبدأ بنربط الأمور مع بعضها بشكل أكبر ونفهم المعنى الكامل للحديث لأن نحن نفهم الحديث ونفهم الكلمات المذكورة أو حول ماذا يدور الموضوع ولكن هناك هذه الحركات لا نفهمها هذه هي الأشياء الموجودة باللغة الألمانية العامية طبعاً أنا أعطيكم الأشياء الرئيسية الشهيرة المعروفة على مستوى ألمانيا كاملة يعني لا أدخل باللهجات في كل منطقة في ألمانيا هناك أشياء خاصة فيها كمان حتى أنا لا يحفظانهم كلهم بالكامل بسمعهم ولكن لا أعرف أن هناك مثلاً بلات دويتش وهي تعتبر لهجات مختلفة أو ببعض أشياء معينة إذا هذه الأشياء التي يجب أن نتعلمها سوف نأخذ كلمة للتأكيد نحن قلنا نحن قلنا ناين 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 نحن نرى كلمة محورة عن كلمة يا للتأكيد هي كلمة يو نسمع كثيراً ألماني بالألماني كثيراً نستخدمها باللغة الألمانية العامية للتأكيد عادة تأتي كلمة مجردة لا يتبعها شيء على سبيل المثال وإذا كانت تأتي نحن قلنا ناين إذاً يعني نعم أنا فيني قاله طبعاً وهي الأشهر والفصحة والمتعرف عليها ولكن أحياناً بين الأصدقاء باللهجة العامية شخص يمون عليه بشكل مختصر وباللهجة العامية البحثة مثلاً هاي يو نستخدمها باللغة الألمانية العامية ولكن الأشهر في هنا وهي الأشياء التي رأيناها في الأول الدرس هي أكثر استخداماً وشهرة ولكن حتى كلمة يا إلى كلمات محورة أشهر كلمة هي يو عندما أريد أن أقول نعم هاي نستخدمها باللهجة العامية الألمانية الآن ننتقل إلى فكرة جديدة كاملة في الحقيقة نسألت عنها مئات المرات إذا مو ألفات المرات هي كلمة حسب كثيراً معي كلمة كيف ترجمة أستخدمها باللغة الألمانية كلمة حسب إذا شخص قال لي ما رأيك أن نفتح مشروعك فأنا حسب هاي كلمة حسب في الحياة باللغة الألمانية لا تأتي كلمة واحدة وما أهميته في تعلم اللغة الألمانية العامية نحن أعطيتكم دروس ظروف الأحرف أعطيتكم في درس سابق شرحت لكم بالتفصيل ممل بالقواعد هاي كلمات كلها هاي واحدة منهم نستخدمها من اختصرها أحياناً باللغة الألمانية العامية باللغة الألمانية نقول دروس يعني من شيل الآ ما نقول دروس الآ هي بتخليها ممتوطة نقول دروس باللغة الألمانية الآن سوف نرى مثال عمالي على هذه الكلمة إذا مثلاً شخص أجل عندي قال لي مثلاً ما تفكرتك؟ كنت تقول دروس يعني شخص يقول أنا عندي فكرة مشروع يعني شو بي رأيك ممكن يكون مشروع جيد أو مربح أو أصير أنا ناجح بهذا الشيء يعني تقول دروس مثلاً إذا عملت منيح بتفهم بهذه المصلحة مثلاً إذا بالسيارات ممكن تنجح طبعاً بتقول له هذا التركيب كله هو معناه كلمة حسب اللي هاي البنسائل عنا أنا كتير هذا التركيب يعتبر جملة فصحة أنا أقول إذا بدي أقوله باللهجة المحكية يعني فأقول وفي الحقيقة يعني تقريباً ما يقول دروس في اللهجة المحكية دائماً يعني غالباً يعني حتى أنا أو ما بعرف حداً حوالي يعني بيقول اسكم دروس إذا أنا اختصرت إن لم أقلت علم شلت الآ تأتي ممضوطة لوجود الآ تأتي ممضوطة لوجود الآ لما أرى طيارت الآ تأتي ممضوطة يعني حسب حتى نرى الآن هذه الجملة باللغة الفصحة والعامية وبالتالي دائماً أنا أختصرها باللهجة أكبر دروس ولكن هناك جملة جملة جيدة انتظر لها الفكرة هناك تركيب اللغة المعنية للهجة العامية أو مزاج جيد لأول مزاج جيد ماذا قلت الضغوف اليوم؟ ماذا قلت الضغوف؟ طيب، أنا قلتها بالعامية نستطيع أن نعود خطوة إلى هنا مثلاً ماذا قلت الضغوف؟ لا في هذه الحالة، في هذه المثال هذه الجملة الشهيرة كثيرا إنه زوميزاج سيء أو زوميزاج حسن لا يوجد رجع إلى هنا لا يوجد رجع إلى الضغوف هي حسراً تأتي الضغوف يعني أنا لا يمكنني أقول إذا قلت الضغوف هذه غير موجودة لا بالعامية ولا بالفصحة باللغة الألمانية أستطيع فقط أقول إذا قلت الضغوف حكماً عامية و لا يوجد رجع خطوة إلى هنا لا يوجد مقابل بالفصحة لا يوجد رجع الخطوة إلى هنا وهذا الشيء يجب أن نتبه عليها وعلى هذه المثال الشهير طبعاً هذه الأشياء تخوضوا فيها مع الزمن في الحياة هي غير مكتوبة في الكتب خاصة الأكاديمية المدرسة نتعلمها هذه الأشياء لا نستطيع أن نتعلمها إلا إذا احترنا مسلسلات ألمانية تلفزيون ألمانية اختلطنا مع الناس مع الأصدقاء بالعمل مع الجيران إذا لم يحدث لدينا هالاختلاط هذه الأشياء لأنها لا مكتوبة هي بمحل أو مجموعة في هذا الشكل فهي أنت تكتسبها مع الزمن في ألمانيا إذا عايش هنا وبتحب تتحدث اللهجة الألمانية العامية اللغة المحكية هذه من أشهر الأشياء أيضا العباطية يعني منتشرة بشكل واسع وكبير جدا أتمنى أن أكون أفادكم من خلال هذه الأشياء وهيكا ترتاحوا أكثر في حياتكم اليومية لما هيك تسمعوا ألمانيا يعني إذاً هي ما هي شغلات غريبة عجيبة هي حتى قريبة من فصحة دائماً يعني ميزة اللهجة العامية الألمانية وحتى اللغة المحكية اللغة المحكية هي كثير بتقربة لللهجة الفصحة يعني فيه تغييرات وتحويرات تحويرات بتصير أحياناً يعني رح أحاول أطرح أنا هلا أشهر يعني من خلال هالدروس نتعلمها كمان مشان نتمكن أيضاً التحدث باللهجة العامية واللغة العامية الألمانية ونتقنها أيضاً إلى جانب اللغة الأكاديمية اللي هي رغم كل شيء اللغة الأساسية اللغة الأصلية وأنا بنصح كل شخص يتعلم الأكاديمية وبعدين يتعلم اللغة العامية هات كان كل شيء الدرس اليوم تحياتي لكم جميعاً